نشوف المعدات اللي بتحرك مواقع. انا عندي معدة. انا هدخل لها شغل. انا هحركها. انا هتصرف معها. مس انا عايزها تحرك لي سوائل او غازات. عايزها تضغط غازات زي الكمبريسور او عايزها مسلا تحرك سوائل زي البامب. طبعا اه البامب والكمبريسور والحاجات دي بيدرسها زملة في مثلا كورس زي 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 ما اتفقنا. لما نجي نقارن معدات زي كده ببعض. الكلمة الاولانية للثيرمو. الثيرمو هي اللي هتقول لي اقل شغل محتاجة المعدة دي عشان تحرك لك السائل بتاعك ده او الغاز بتاعك ده من حالة لحالة. مسلا من مكان لمكان. من تحت الفوق وهكذا. كورس الفليود بيعرفك حاجات كتير يعني ايه سائل بيتحرك او غاز بيتضغط وقدي يتقلل ومحتاجها عشان يتضغط فيها. بيكلمك عن حاجات كتير جدا ومانين بيتكلمك عن تصميم المعدات دي. احنا هنا زي ما اتفقنا قبل ما تفهم تصميم المعدات لازم تفهم هو اصلا ايه اقل كمية شغل انت محتاجها عشان تحرك الغاز بتاعك مسلا من حالة لحالة. بعد كده تبتدي تفهم هم ليه بيحتاجوا شغل اكتر شوية من الشغل المينمام ده. فلازم تكون فاهم جزء السيرمو الاول بعد كده تكون فاهم جزء التصميم. السيرمو هي اللي بتقول لي لما انا يكون عندي كومبريسور ضاغط محطة ضغط مسلا. حدقت فيها غاز طبيعي. ولكن انا عندي غاز طبيعي طالع من المحطات مسلا عن درجة تحرك الغرفة العادية وتلاتة بار. مسلا ده ضغط الغاز من من المحطات انتاجه هناك. عايز اوصله لغاية خمسين بار. اضغطوا لغاية خمسين بار عشان احرك وجوه شبكة التوزيع انقلوا المكان تاني. اعمل فيها اي حاجة. ما احنا الوقت مش هيهمنا ازاي الغازات بتتحرك او كده لان ده. قصة تانية. احنا يهمنا من انا دلوقتي عندي كومبريسور عايز اطلع فيه الغاز. الغاز الطبيعي من الحالة دي للحالة دي. عندي حالة نواتة اهي. عندي خمسة وعشرين درجة وتلاتة بار. عايز اطلعه انا يهمني منه خمسين بار. لازم اسأل نفسي انا محتاج شغلة دي ايه جوة الكمبريسور ده. الكمبريسور ده هيضغطه باي طريق ضغط بقى. هيضغط مسلا اه كومبريسور زي مكابس كده هتفيدي تضغط الغاز ده هات. موام ان انا في الاخر لازم احرك المكابس دي عشان تضغط للغاز. اي معادة وهي بتتحرك انا حديها انا شغل. انا حديها عشان تعملش الحاجة اللي انا عايزة هو توصل للغاز طبيعي لخمسين بار. لازم اسأل نفسي سؤال ايه اقل شغل هي محتاجين? اقل شغل بتقول عليه بتقول عليه علم جاية من الشركات. الشركة تقول لك انا محتاجة وورك قد كده. شركة تانية عاملة وورك قد كده. كلهم طبعا ازياد من السير محددته. ان عندهم حق ده ده الورك المينيمم. ده اقل شغل انت محتاجه. عمر محد هيقدر يشتغل باقل شغل ده. لازم المعدة تاخد شغل اكتر من كده شوية. ليه? لان عندها قصور. اي معادة عاجزة على ان هي تستهلك الحد الادنى من الشغل اللي كانت محتاجها من حسابات السيرم. لازم هتستخدم شغل اكتر من كده شوية. لان عندها قصور او في هادر في المعدات. نقارن بقى المعدات المختلفة البعضها. تاني سؤال السيرم تقدر تجاوبني عليه. هتقول لي لما يتضغط غاز بالمنزر ده حرارته هتوصل لكم في الاخر. دي نقطة مهمة جدا. الغاز لما هيتضغط انت عايز توصل بالضغط بالضغط بشكل معين. وهو بيتضغط كده حيسخن. لانه الاتنين مرتبطين ببعض. ضغط والحرارة. فلما هتضغطه هتسخنه معاك. كده كده. فلازم اسأل نفسي الحرارة راح يصولها هتبقى كيف? ده اللي السيرم تقدر تقول لي عليه. السيرم تقدر تقول لي عامة انه الغاز الطبيعي لما يتضغط من هنا لغاية خمسين بار هيقدر يسخن آآ بشكل قديل. علشان الحرارة يطلع دي ممكن تكون ميزة وممكن تكون عيب. ممكن استفيد من الحرارة هو هيسخن. ممكن استفيد من الحرارة دي. وممكن مقدارش يستفيد منها واتطر برده كمان. يبقى انا بعد الكمبريسور بعد الضغط هتطر حط كولر هتطر حط معيدة تسحب حرارة من الغاز الطبيعي ده لانا مش عايز اتخن قوي كده هو تواصيخ من درجة حرارة غير مرغوب فيها فلازم ارجع برده تاني. لاحظ ان التبريد ابن عم التسخين اللي كلمنا عنه في اول فيديو. المعدة اللي بتبرد بنت عم المعدة اللي بتسخن. دي بتحرق وقود علشان تسخن حاجة. والتانية عايزة تسحب الحرارة بطريقة اخرى. فاعطاء حرارة وصحب حرارة ولا دعم. والاتنين السيرمو بتتكلم معاهم والاتنين السيرمو بتشوفهم. اتمنى تكون الفكرة واضحة احنا كده كده ان شاء الله واحنا شغالين والحاجات دي هنتكلم عنها بعد التربينات. تكون بس فاهمنا التربينات الاول ان التربينات هتفصل لنا كتير من المانوات اللي عايزين نتكلم فيها. بعدك ان شاء الله هنتكلم عن الكمبريسور. نكمل بها ان شاء الله الفيديو اللي جاي. شكرا.